في فترة صعبة وكتير بيتغير فيها سواء على المستوى السياسي أو الثقافي في مصر وده بالتالي بيأثر على كمان موقف مصر السياسي والثقافي في العالم العربي كان لازم نحط نقطة ضوء على إنجاز ثقافي مهم جدا جدا ونحتفي به من خلال نهارك سعيد الإنجاز هو فوز الروائي الكبير على الأستاذ فؤاد قنزيل بجائزة الطيب الصالح في السودان وهي جائزة ثقافية مهمة جدا حنعرف عنها أكتر وده عن روايته أجمل رجل قبيح في العالم العنوان مثير وأيضا الجائزة مهمة هنعرف ليه مهمة من خلال دروسنا دلوقتي وأكيد بنحتفي به الأستاذ فؤاد قنزيل صباح الخير صباح الخير أهر صحفا إزاي حضرتك حوار العزيز نعرف نبذة عن الطيب الصالح هذه الجائزة الكاتب الكبير الطيب صالح كاتب سوداني مرموق أنتج عدد من الروايات ومجموعات القصص القصيرة التي تميزت بسمات وخصوصيات مهمة جدا سواء تخص السودان نفسها كشعب وتراث وحضارة وعادات وتقاليد وطباع وأيضا تخص العالم العربي منذ منتصف الستينيات لفت الطيب صالح الأنظار وأصبحت كتبه من أهم الكتب في مجال الرواية والقصة القصيرة العربية وعلى اسمه تم إطلاق هذه جائزة أحسنت رأت الحكومة السودانية ورأت شركات رأس مالية مهمة في السودان أن تشارك في تخصيص جائزة بإسمه للفت الأنظار إلى تراثه ولفت الأنظار إلى أهميته ككاتب ومن ثم لفت الأنظار إلى الأدب السوداني لأن الحقيقة ليس فقط الأدب السوداني يتوج بأعمال الطيب صالح ولكن أيضا بأعمال كتاب جيدين آخرين لكن هم الشعب السوداني شعب متواضع للغاية وطيب ومؤهذب ورقيق الحاشية وبالتالي يتصور أنه إذا تحدث عن كاتبه فإنه كأنه يتحدث عن بضعته ويزكي نفسه ونحن الذين يجب علينا أن نزكي ونؤذر شعب السودان ونشير إلى كتابات الآخرين وأنا بدأت هذا بالفعل لأنه كتبت عن كتاب آخرين من السودان حيث تقدمت الجائزة الرواية لم تنشر بعد هي ليست رواية ولكنها مجموعة قصصية ولم تنشر بعد ولكنك تقدمت بهذه المجموعة هذا شرط من شروط الجائزة إنه من يتقدم يتقدم بأعمال لم تنشر من قبل ولم تحصل على جوائز من قبل وتقدم مخطوطة وأنا كنت قد انتهيت من هذه المجموعة مجموعة أجمل رجل قبيح في العالم وأرسلت إليها ونسيت الموضوع كعادتي أنا أعمل أشياء ثم أنساها إلى أن أفاجأ بأن لها نتائج طيبة أو نتائج لقدر الله إلى آخر طيب أو ما فيش فتجة خالص 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 برضو لا بأس دايما يبقى معظم الوقت لا بأس نعم أنت بتنصرف إلى عمل جديد صحيح نعم طيب أنا عايز أعرف بقى أجمل رجل قبيح في العالم ده عنوان غريب شوية صح؟ نعم إيه مدلوله يعني؟ دي قصة من القصص هم حوالي 14-15 قصة دي واحدة من القصص بتصور لنا رجل وسيم للغاية وسيم جداً ما تقول ليش حسين فاهمي وتقول لي الناس دولم لا 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 فاتن بطوله وعرضه ووجهه ورشقته وجماله ولكنه هو إنسان على قدر هائل من النذالة ومن الضعة يعني جماله مش خارجي ولا مش تخيري؟ تماماً سطحي ولكنه في سلوكياته كرأس ماله ورجل أعمال يعني قاسي جداً مع الفقراء وقاسي جداً مع الناس يعني يمكن مثلاً أن يزيح عدة مباني يسكن فيها الفقراء بالبلدوزر لكي يبني عمارات شاهقة يفيد منها وقد يدخل في صفقات وقد يحرد على قتل إلى أخير منه كثير هذه الشخصية؟ طبعاً موجودة في كثير من العالم وخاصة في مصر لأن هذه النمازج يجب على الأدب وعلى الصحافة وعلى الفن أنه يعني يتصدى لها ويحاول توجيه الأنظار إليها على أنها أمر قبيح أمر بشع نحن لا نستعدي عليه القضاء مثلاً أو المسؤولين ولكن نقول أن هذا فيه قبح شديد ودمامة وأنه ضد الإنسانية وأنه الجمال الحقيقي هو جمال الروح وليس جمال الشكل فقد تمتع هو من حيث الشكل بما لم يتمتع به آخر لكن هو عند المقياس وزنه الحقيقي كإنسان نجده أنه شيطان مش إنسان ومن هنا يأتي السخط عليه ورفضه كإنسان قبيح كان فيه مشاركين من دول عربية أخرى في هذه المصدقة؟ من كل الدول العربية بالإجماع وحياتك الفائز كنت من مصر في هذا يعني في القصة القصيرة في القصة القصيرة تقدمت 153 مجموعة قصصية تمام من العالم العربي لكن يعني أرد الله يعني وأرد مستوانا المتواضع ونظر المحكمين إلى أنه هذه المجموعة تستحق الاهتمام وفي مجال الرواية المكتوبة ومجالات الأخرى أو الأقسام المصدقة الأخرى هناك فائزون من بلاد أخرى يعني هناك مجال للترجمة كلهم من السودان اللي حصلوا على الجوائز دي وهناك في الرواية هناك فائز من اليمن ومن المغرب والجزائر لكن في القصة القصيرة فازت هذه المجموعة وفاز أيضا كاتب آخر مصري بجائزة يعني بعدنا وهو كاتب موهوب ومتواضع مجموعته اسمه حسن صبري يعني كاتب يعتبر جديد نسبيا لكن هم المحكمين رأوا أنه في عمله ما يلفت النظر وأنه في خيال والمهمة أوي في الأدب الخيال يعني في مسابقة للرواية أو مسابقة للأدب في جايزتين كانوا لمصر نعم نعم من ضمن حوالي 8 أو 9 جوائز أخرى ده إنجاز مهم أعتقد هو يعني الحقيقة أهمية الجايزة عشان الطيب طيب صالح أولا كان صديقي رحمة الله عليه وكان ابن التقي كلما يأتي إلى مصر وهو محب للمصريين جدا ورجل كريم ومتواضع وله أصدقاء من المصريين كثيرين جدا سواء من الكتاب أو حتى من الجماهير يعني مثلا يمكن أن يبحث عن بواب لعمارة كان يسكن فيها من خمسين سنة أو من أربعين سنة أينما كان ليصل إليه ويهديه بعض الهدايا ولا ينس ويعترف له بفضله عليه هذا دأبه دائما ولذلك نحن في مصر نحبه جدا أكيد حضرتك يا فن مركزت أو مركز فترة أخيرة على كتابة القصص القصيرة يعني غير كمان أجمل رجل قبيح في العالم فيه برضو ميلاد في التحيير وحدثني عن البنات وغيرها نعم اتجاهك لهذا النوع من الرواية أو من القصص كنت قد صرحت منذ عدة سنوات بأن يعني تعليقا على من قالوا أن القصة القصيرة تتراجع وأنها لا تحظى بالاهتمام وأن الاهتمام للصحف والنقاد والجوائز والناشرين كله ينصب الآن على الرواية حتى سموا هذا الزمن بزمن الرواية هذا أراه أن فيه ظلم شديد للشعر من ناحية وللقصة القصيرة أيضا من ناحية أخرى في القصة القصيرة أنا بدأت بكتابة القصة القصيرة ومضيت معها حتى أنتجت نحو عشر مجموعات قصصية لكن رأيت أن أعود إليها لأمنحها بعض الوقت عدة سنوات لكي لا تشعر باليتم لأنني شعرت ساعتها في هذه اللحظات أنه بالفعل هي ومع أن القصة القصيرة هي صاحبة الفضل الأول على العالم الأدبي من حيث أن مجدها تحقق على يد كتاب كبار مثل جوجول واتشيكوف وغوركي وهيمينجوي وموباسان وإدجار ألمبو وغيرهم من الكتاب حققوا مجد كبير للقصة القصيرة والقصة القصيرة ظلت حتى في مصر يوسف إدريس مثلا ويوسف الشاروني وغيرهم حققوا بها مجد كبير لأنها كمثل ما قال يوسف إدريس كالطلقة يعني تحدث هدفها بسرعة دون سرسرة لأنه خلال صفحتين ثلاثة أنت تحصل على الأثر وبتنتشر كثير من خلال الجرائد يعني طبعا منابرها أكثر وبتنتشر في الأهرام وتنتشر في غيرها من الجرائد وده بديها انتشار وبالنسبة لعصران الحديث دوت هي مناسبة وبالتالي بتبع وسيل سهل الوصول إليها من عن طريق القراء ولذلك أنا أدعو من خلال هذا المنبر الناشرين إلى أنهم يهتموا يعني يعني يعيدوا الاهتمام بالقصة القصيرة وكذلك النقاد وأن تقام مزيد من الجوائز للقصة القصيرة لأنه هذا مطلوب لإعادة الوهج لهذا الفن الجميل بس للقصة القصيرة والله أنت يعمل جوائز لكل حاجة يعني إحنا علينا نتكلم في اهتمام بالحياة فقافية بشكل عام طيب نروح على مجموعتك برضو اللي هي ميلاد في التحرير ولحيث كلمت فيها عن الروح اللي تفجرت في مصر بعد الثورة وخصوصا في الشباب هل تعتقد أن بعد مرور سنة الروح دي لسه موجودة؟ روح مين؟ روح الشباب والروح؟ روح الشباب موجودة وستظل موجودة روح ميدان التحرير موجودة وستظل موجودة لماذا؟ لأن الدفعة والدفقة العفية القوية التي حدثت منذ 25 يناير ما زالت حاضرة وقوية وفي الميدان وإن كانت فترة المخاض والنتائج فترة عصيبة نسبيا لأن الاختلافات الكثيرة بين القوى السياسية والنخب بس في القوى السياسية ولا كابير على مستوى الشارع؟ بدأت الشارع مظلوم الذي تسبب في هذه الخلافات أو الشارع الذي شارك في هذه المظاهرات والخلافات تأثر بالدفع القادم من النخب لأن الأحزاب والقوى السياسية والاقتلافات والاختلافات اللي بين ده كله دفع إلى أنه كل واحد من هذه الفرقاء والفصائل تجيش الجيوش ويستقطب جزء ويستقطب عدد هائل من الشباب وبالتالي تدافع الجميع في شكل فوضوي طب إلى متى؟ أو يعني أنت شايف الموضوع هيمشي؟ بعد استقرار المؤسسات السياسية وده مثلا في اختيار الرئيس؟ هل ده ينتهي باختيار الرئيس ده الانتهاء؟ نعم وليس في البداية؟ لأ ما هو بدأت مع مجلس الشعب مجلس الشورى إقامة وضع الدستور وبعدين تكليف الرئيس وبعدين السيطرة على حاجتين اللي هما الأمن والاقتصاد بس حالتك هل شايف أن إحنا مؤخرا إحنا أكيد مش حركة في الوضع باستفادة إحنا عادينا نكام مع الثقافة أكتر بس مؤخرا استقرار المؤسسات السياسية أو الكيزة السياسية لم يعني بالضرورة استقرار الشارع والأمن والاقتصاد لا هي المسألة ليست زر كهرباء يعني لن نفس المجلس الشعب الآن أنا ليه تحفظت عليه صحيح أنا فارح بما حدث بالنسبة للانتخابات كخروج الشعب كله لإدلاء بأصواتهم أصواتهم ده شيء جميل وقدموا لنا اختياراتهم في المجلس الحالي شيء طيب ومرحب بيه تمام أي أن كان النور السلفي أو الإخوان المسلمين أو التيار الحر أو الليبرالي إلى آخره لكن النمازج الموجودة الآن في مجلس الشعب ما زالت حديثة العهد بالسياسة وبالانتخابات وبالرأي والنقاش والحوار لديها حماسة زائدة ويحدث هذا ويؤدي هذا إلى مزيد من الارتطام والاستضام لكن أنا أعتقد فترة وحتعز يعني أحسنت الغربال الجديد له شدة وله حماسة وسورية لكن مع الوقت ومع الخبرة سوف يهدأ الصوت العالي ولغة الخطاب سوف تتراجع لمزيد من ياريت أدب الحوار نتمنى والرقي والتحضر والصبر والاستماع أكثر من السرسرة والخطب والهتفات والفاعل الفاعل الفاعل يتكلموا بالأدى ما يتكلموش بالأدى وما يبقى فيه فاعل في الآخر ودي مش كنتنا معه اللي بيحصل حاليا طيب ما يتكلمنا على وزارة الثقافة أو على مجلس الشعب وعلى الكلام في الثقافة ولجنة الثقافة اللي تم تكوناها في مجلس الشعب والتغير الحياة الثقافية اللي حنا نتكلم عنه مؤخرا مع بروز أو ظهور الطيار الديني على مستوى برضو الشارع اللي متأثر أكيد بالنخب السياسية حضرتك وجهت رسالة لوزير استقافة مؤخرا بعد لما أعلن الحداد في الوزارة على أرواح ضحايا مجزارة بورسعيد وحضرتك قلت أن مش داكا مفروض يكون الموقف الحداد ما يكونش بالتوقف عن العمل يكون بالعمل نعم معلش فصلنانا لنقطة دي لأنها ممكن تكون حساسة شوية لنا كلنا لأن احنا كنا كنا نقوم بحارة حداد مصد كانت في حارة حداد أحسنت هو يعني زي ما يقولوا الحزن في القلوب وطبعا مصر كلها إن لم يكن كمان بعض البلاد العربية حزينة جدا وآسفة على ما جرى من مجزرة في بورسعيد بورسعيد مدينة الأبطال البواسل ولكن النسق كله كان عشوائي وهناك النسق في التعامل مع الحداد يعني لا النسق في التعامل مع الحدس يعني الهياج الجماهيري الاشتعال أو الاشعال والتحريض اللي عملته بعض المحطات الفضائية إلى آخره فده تأثر كتير حيثك شكل وزارة الثقافة مقصرة في عملها؟ نعم ليه؟ ليست وزارة الثقافة الأول وزارة الثقافة وزارة الإعلام وزارة التربية والتعليم وزارة الشباب وزارة الأوقاف ده بشكل عام ولا في الأزمة دي؟ لا بشكل عام لا مش في الأزمة دي بشكل عام بشكل عام ليه؟ لأن الناس دول الخمس مزارات دول الإعلام والتربية والتعليم والثقافة والشباب والأوقاف دول هم اللي بيقدموننا المواطن المصري عقليته عقليته اللي بيقدمها لنا وزارة التربية والتعليم مثلا عقلية لا عندهاش فكرة عن استخدام العقل والحوار خالص المساجد لا يهتم الأئمة بأن يقوموا بدورهم في تفهيم الجماهير معنى السلم والحوار والمعاملة الحسنة والدعوة إلى بالموعظة والعمل الحسن والكلمة الطيبة كل ده مش حاصل الناس متركين لنفسهم للشارع للبلطجية وهذا وضع لا يجب أن يستقيم ولا يستمر أنا بكلمت للثقافة بوصفها أولا تمتلك قصور ثقافة وبيوت ثقافة تزيد على ستماءة بيت ثقافة في كل أنحاء الجمهورية ومن الطبيعي أن تقوم وزارة الثقافة من خلال مؤسستها المختلفة بأنها تنزل إلى الشارع وتعقد ندوات في الصرادقات والأجران وفي الشوارع وفي الأندية من أجل توعية الجماهير لكي يعرفوا ما معنى السياسة، ما معنى الحوار، ما معنى الديمقراطية، ما معنى الحرية، معنى العدالة الاجتماعية هذه الأشياء لا يعني تكون عنها شيئاً وده نور مصباحة، يعني وزارة الثقافة طبعاً بشكل أساسي والإعلام وغيرها والإعلام أساسي طبعاً ولكن عايزة سألحاتك برضو أخيراً وسريعاً جداً رفض يعني وده الممكن يتقال أن يمكن وزارة الثقافة وغيرها من الوزارات المعنية بتثقيف وإعلام الجماهير حالياً بيقولوا أنهم بطريقة غير مباشرة كده أيديهم مغلولة شوية بسبب برضو الاتجاه المتغير في المجتمع المصري وفي الشارع السياسي المصري على سبيل المثال رفض البرلمان خطة الدكتور شاكر عبد الحميد لتطوير الوزارة وتحديث دورها بسبب غياب دور الثقافة الإسلامية وده كتعتقد ملف مهم جداً أو ملف مش معنى ملف ملف يعني في رؤية مصر للحياة الثقافية الفترة اللي جاية هنعمل ايه؟ السؤال كويس جداً جداً أولاً المسألة أبسط من هذا بكثير وزارة الثقافة إذا كانت تقوم بدور في توعية الجماهير أو في نشر كتب أو الآخر في كل المجالات وليس من بينها مجال إسلامي عليها أن تفرد مساحة للمجال الإسلامي في الكتب التي تصدر وده يكون بتعاون مع مؤسات زي الأزهر وزي در الأوقاف وزي يوزي تفرض أن الوزارة الثقافة بتصدر ألف كتاب في العام ليكن منها خمسين كتاب أو مئة كتاب في الاتجاه الإسلامي أو في الاتجاه الديني يسمح بهذا وزاك مسألة بسيطة الندوات الثقافية التي تتم في كل قصور الثقافة إذا كانت بتتم في الأدب والشعر والفن والتمثيل والسياسة والديمقراطية وهو والآخر ليكن من بينها ندوات دينية دينية عن القضايا المختلفة وشجع التفكير الفكر ولأ وده حقيقي بدليل أن وزارة الثقافة فكرت منذ عدة سنوات عن طريق الدكتور الأستاذة فاروق حسني وزير الثقافة أن تقيم لجنة دينية ضمن لجان وزارة الثقافة ضمن لجان المجلس إذا كان بيحصل بس يمكن كريميك أن التركيز عليه في رمضان يعني يقول لك بصراح إحنا جاء رمضان بقى حنعملوا استراتيقات في الحسين وفي السيدة وفي أصل ثقافة مش عارف إيه أي براه عشان نحن لا في رمضان هو يبقاش في رمضان ما بيطول بيطول العام عشان محدش يقول أنه ما فيش توازن أو ما فيش تجاه نعم خليه طول العام صحيح ودي مسألة هيينة بس ده مش معناه أنهم المجلس الشعبي ما يوافقش على خطة وزارة الثقافة أكيد دي حاجة نوف تانية أنه لا يجب أن يتحجق وزير الثقافة بأن المجلس رفض له خطته لأن اللي أنا بدعو إليه اللي هو خاص بتوعية الجماهير ليس محتاجا لموافقة مجلس الشعب وليس محتاجا إلى خطة الخطة محلية وداخلية في إطار ما لديك من ميزانيات صحيح وما لديك من كوادر صحيح ابدأ العمل وبعدين حنشوف اللي حيات آه انزل للساحة احنا بنشكرك يا فندم ونحكي نازلنا نتكلم معك أكتر من كده والكلام معاك أكيد مثير بنشكرك يا فندم وبنحييك على جايزة الطيب الصالح وبن يعني بنهنيك عليها مرة أخرى ده شرف لمصر أكيد وشرف الرواية والأدب المصري بشكل عام وأكيد هكون معنا تاني نتكلم معنا على الثقافة في مصر ونشوف هتوصل لفين يسعبنا كل لفين هنروح لفاصل بنرجع تاني على طول خليكم معنا معنا تقرير هنشوفه ونرجع تاني اشتركوا في القناة